اشتركوا في القناة 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 ونستطيع أن نقوم بأي وظيفة عصبية فالميلينشيز ده وظيفته أنه يحاوط كل خلايا عصبية لكي يفصلها عن الثاني انواع الخلايا الجليل سيلز هناك حاجة اسمها أستروسايت أسترو يعني نجم أستروسايت هي الخلايا النجمية التي تكون محوطة البلود فيزل ممكن يكون هناك حاجة اسمها أوليجو ديندروسايت أو الشوان سيلز ودول المسؤولين عن الميل نيشن الأوليجو في السنترال نيرفا سيستم في بندايمال سيلز سيكون محوطة السائل السائل الميكرو جلايا تمثل الماكروفاجيس الموجودة في السنترال نريد أن نأخذ السنترال السنترال سيكون هناك حاجة اسمها وفي حاجة اسمها كما يحدث في أي جيوز في الجسم على حسب أنواع الخلايا ما يحدث في السنترال سيكون هناك نفس الكلام نأخذ أول ما حاجة معي سيكون محوطة سيكون محوطة من النوع الخلايا لا تستطيع تجدد سيكون محوطة سيكون محوطة سيكون محوطة سيكون محوطة السنترال نيرفا سيستم المحوطة 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 لا الحمد لله انا ممكن اعمل ريجنريشن وبنسميها ايه وده اول موضوع هنشرحه معنا النهارده طيب عايزين نشرح البيليريان دي جنريشن انا اجبت صفحة فاضي اهو عشان نفهم مع بعض بسم الله دلوقتي انا عمدي ادي الخلية صح؟ ودي الترمينالز وعدي حواليها ايه؟ حواليها المايلين وجواه شوان سلسل دلوقتي الخلية تسميزت لإنتجيرة وليكن هنا مثلا، الإنتجر دي اللي حصل هتروح جاية اسمال الخلية لجزء النصائر جلس الجزء نجل السلبة بنسميه جزء بروكسمل الجزء البعيد ده بنسميه ايه؟ ديستاللام ، طبعا؟ فيه تغييرات بتحصل في الجزء البرويكسمل وفيه تغييرات بتحصل في الجزء الديستال بعد الإنتجر اللي حصلت دي ناخد البرويكسمل بسرعة لانه مش مركزين عليه قوي في الكتاب وهيه سهل او الخلية نفسها ينتفخ في الحجم النواية بدل ما كانت تحرفت وبقت بريفرال كان هناك حاجة تتكوين عن النسل جرانيولز هي المسؤولة عن النسل جرانيولز تختفي ويحصل لها تحلل وتعمل لشيء اسمها كروماتو لايسز كروماتو جاء من كروماتين وبروتين وليسز يعني تحلل كروماتو لايسز يعني النسل جرانيولز تختفي هذا هو الجزء البروكسيما اللي وخلصنا منه الجزء الديستل ده بيحصل في ايه؟ الجزء الديستل ده هو اللي فيه كلام كتير شوي المفروض انا عندي جزء الديستل ادي الاجزن صح؟ انا دلوقتي برسم الجزء الديستل ادي الاجزن و ادي الميلين شيس اللي حواليه و ادي شوان سيلز تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ الجزء الديستل بيحصل لحاجة اسمها فرجمنتشن او ديس انتجراشن يعني بيتكسر بيتكسر لايه؟ كل جزء فيه بيتكسر فلناخد مثلا الاجزن الاجزن اهو الاجزن اهو ايه؟ عايزة اصغر الحجم شوية بس ادي الاجزن ادي الاجزن تكسر ماشي؟ ده جزء الديستل الاجزن تكسر تاني بعد الاجزن هيجي الميلين شيس الميلين برضو بيتكسر ديس انتجراشن اللي بيفضل عندي هي الاجزن هي اللي بتسيرفايف ماشي؟ ادي الاشوان سيلس ده جزء الديستل والجزء الديستل قدامه هو تمام ما فيهوش اي مشكلة اللي بيحصل بعد كده؟ دلوقتي في عندي حاجات متكسرة هل من الطبيعي انه الاجزن والميلين المتكسرين دول يفضلوا موجدين كده؟ لا طبعا مش من الطبيعي كده فالله هيحصل الجسم هيحس انه فيه حاجة مش طبيعية فهيروح جاي باعة الماكروفاجس او الخلايا البلعمية الخلايا البلعمية دي هتيجي تبتلع الاجزن اللي تكسر ده والميلين اللي تكسر ده وتشيلهم خالص وتنظف الدني فبقي عندي دلوقتي ادي الجزء البروكسي ما لهو وادي الجزء الديستل اللي فاضل منه؟ بالزبط الشوان سيلس هتبدأ بقى تكبر تاني ويحصل لها بروليفريشن تمام؟ بحيث انها في النهاية كونت ليه بينها كده تراكت او تيوب التراكت ده هو المصار اللي هيحصل فيه التجديد تاني تمام؟ يبقى لحد لما الماكروفاج جات وشالت الجزء الميت ده انا كده عملت دي جينيريشن يعني انا كسرت خلاص تمام؟ عايز اصلح بقى عايز اصلح فاللي هيبدأ التصليح بالشوان سيلس هتبدأ يحصل لها شوية بروليفريشن شوية وكونت ما بينها تراكت او تيوب هو ده اللي هيمشي فيه المصار بتاع التصليح فالتصليح هيبدأ ازاي؟ والله هيبدأ اننا الجزء البروكسمل ده هيبدأ يطلع منوا حاجة اسمها سبراوتس او كونت كده اللي هو براعم yourselves براعم دي من الجزء البروكسمال تاني والميلين شيز يروح جاية والشوانسلز وتروح جاية مكونا ايه مكوناة ميلين شيز جديد تمام يا شباب طيب يبقى تاني الصورة معي هل لو انا بصيت هلاقي ادي السايتو في الاندري تمام جميل جدا ادي الجزء الديستل اللي هو هنا هو هدي الجزء البروكسمل و ادي الأجزم بتاعه والميلين دول كلهم طبعا في البروكسمل اه اه تمام شغالين في الجزء الديستل حصل لهم ايه ديستانتجريشن و فرجمنتيشن تكسروا هتجي مين المكروفاجس هتروح جاية شايلية تمام يبدأ يحصل يطلع من الجزء البروكسمل ايه براعن البروكسمل دي هتبدأ تجبر من البروكسمل للديستل بمعدل واحد ميل في اليوم تجبر تجبر لحد لما ايه النيرف يرجع طبيعي تاني تمام صورة كمان معينا عشان نفهم اكتر نجيب لون غير الاسود تمام ادي ده النيرف ترونك اللي هو الطبيعي و ادي النيرونس حصل هنا انجي الانجي عماد ايه جزء بروكسمل وجزء الديستل قلنا ان البروكسمل الخلايا تتنفخ و معافش ايه و النسل جرانيولز هتغتفي يعمل لي حاجة اسمها كروماتولايسز تمام الجزء الديستل قلنا ان الاجزم بحصل له ديستانتجريشن و الميلين شيث كمان و بفضل من اللي بيستيرفايف هو الشوان سيلز عشان هي اللي هتبدأ التصليح و قلنا ان الماكروفاجس هتيجي تشيل كل الكلام ده طيب قلنا ان فيه سبراوتس او سبريوليتنج اللي هو البراعم اللي هتخرج من الجزء البروكسمل ده تمتد من البروكسمل للديستل علشان تصلح قالك ان الجروس بيحصل بمعدل 1 ميلي في اليوم 1 ميلي في اليوم لحد لما النيرف يرجع طبيعي تاني طيب طبعا لما حصل الانجري المصل هتحصل لها اترفي لما يرجع تاني يتصلح المصل هترجع طبيعي ده في الطبيع يا شباب لو الانجري حصلت الحمد لله والجزء البروكسمل والديستل فضلوا في مقابلة بعض كده البوزيشن بتاعتهم كانت كده فلما البروكزمال يجبر هيروح جاي متوصل بالديستل كده والنيرف يرجع طبيعي طب فريدو لو قدر الله الانتجي اللي حصلت دي عملت انتجي في النيرونز بحيث ان الجزء الديستل والبروكزمال ما بقوش قصاد بعض لأ بقوا كده ماشي بقى الجزء البروكزمال والديستل مش قصاد بعض فدلوقت البراعم اللي بتطلع من البروكزمال مش لقي حاجة قصادها توصل فيها علشان تصلح النيرونز صح؟ ماذا بيحصل؟ البراعم دي هتبدأ للأسف برضو تجبر 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 لحد ما تكون لي حاجة كده شبه التيومر بس هي مش تيومر هي عبارة عن كتلة كده اتكونت بسبب ان البوزيشن مش مزبوط فبالتالي ما قدرتش الجزء البروكزمال يقابل الجزء الديستل فكبر بنسمي الحتة دي ايه بنسميها تروماتيك نيروما تروماتيك عشان هي حصلت بسبب الترومة او الانجري نيروما عشان هي شبه التيومر لكن هي مش تيومر هي عبارة عن جزء كبر كده وملاقاش الجزء الديستل عشان يلحم فيه فبقى لوحده كده تمام؟ وبتكون بنفل جدا بنفل ليه لانها عصاب فطبيعي انها تكون بنفل يعني اهو بيقولك ان هو ساعتها ساعتها اللي هيفضل تكبر 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 ومش لاقي حاجة تمسك فيها اللي هو الجزء هنا فيحصل حاجة اسمها ايه؟ تروماتيك نيروما انها كبرت ومش لاقي الجزء اللي تمسك فيه طبعا طبعا في الحالة ده هيكون فيه سيفير مصل اتروفي لانه العضلة مش وصل لها اي نيرون يعني تمام؟ طيب يا شباب نقرأ بقى الجزء الحمدلله يعني احنا كده شرحنا بالتفصيل هنقرأه بسرعة بيقولك يا سيدي البريفرال نيرف دلوقتي حصل له دامج وحصل له اندري صح؟ قلنا ان فيه جزء ديستل وجزء بروكسا بيقولك ان الأجزن والميلين بيحصل لهم ايه؟ ديستالي طابعا كل كل كلامنا ديستال بيكون ايه؟ رابد يبقى الأجزن والميلين بيكونوا رابد لي مين اللي فاضل؟ الشوان سيلز الشوان سيلز هي اللي بتصيرفايف يعني هي مكتوب انها بتديجنيرات سلولي يعني تقريبا بتصيرفايف لان هي اصلا اللي هتبدأ التصليح تمام؟ سببورت انجتش او نيرف دلوقتي سيلز بتديجنيرات سلولي او بتصيرفايف طيب بيقولك ان الريجنيرات كان ايه؟ بيقولك ان الريجنيرات كان ايه؟ بيقولك ان الريجنيرات بتصيرفايف يقولك اسم ايه؟ كان في الجزء بروكسيما الجزء الديستال ده ده بيحصل له ايه؟ دايشن ايه؟ ديجنيرات او ديس انتجرات لما قلنا كله هيبدأ يتكسر صح؟ تمام؟ بعد كده دايشن ايه؟ عمل يكرر الكلام هيحصل له ٣٢٢٠٢٨٤ szín ٢٢٠٠٢٠ ٢٠٠٢١٦ ٢٠٢١٩ ٢٠٢١١٠٦ ٢٠٢١٠٤٢٥ ٢٠١٢٨٦ اجزن والمايلين دبريس اللي تكونوا دول تمام جدا طيب بعد كده اللي بيحصل انا خلاص كسرت والماكروفاش جات صلحت وبقى فاضل عندي عشان تبدأ التصليح فاللي بيبدأ التصليح بيبدأ من الجزء البروكسمن مش احنا قلنا جزء بروكسمن الجزء دستال التصليح بيبدأ من هنا اللي هو البرعم او اللي بيحصل ده انت زا اوت جروس نوع من الجزء البروكسمن الجزء هو اللي بيوجه بقى التصليح هو الاشوانسل يبقى الاشوانسل تمثل الاجدنس اللي هو الارشاد للاجدنس اللي هو يحصل له يشن تتعالي زر اسوشييتاد بيزمنت ميبرين اهي يجب أن توجه الجزء البروكسما لأنه يذهب إلى الديستال تارجت هناك جملة لا يزالة لكن يقول لك عندما بحثت عن كلمة تشذيب تشذيب بالعربي لما أغضع الكلمانية صعبة قليلاً معناها تقليم الأشجار عندما تقلم الأشجار تسويها بحيث أنها تكون مهندمة وكلها قد بعدها وممكن تشذيب الشعر اللحية لكي لا يكون شكلها عبسي يقول لك أنه يحدث الجسم تلقائياً لو حصل أي مشكلة زيادات في مكانها الجسم يحدث تشذيب يذهب إلى تلك الجزء الزيادات تلقائياً لكي يتحرك أي مشكلة زيادات سيذهب إلى مكانه ويصلح الجسم أخرى بحيث أنه يرجع على الأجزن يقول لك حسناً 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 بعد أن صلحنا وعملنا الى الـ ستكون هناك جديد الحمد لله كنت تكلمنا بأول موضوع هذا ما قال لك أنه يوجد موضوع في الـ عندما قلنا أنه يجبر هباء أو كانت غلطاً سيحدث لي شيئاً اسمها تروماتيك نيروما خلي بالك أنها ليست تيومر هي ليست نيوبلاستيك هي كبرت في الحجم هي نون نيوبلاستيك برولفريشن تمام؟ بيقول لك أنها هي بتكون جداً نعرف حاجة عن إنها وبتكون جداً الدكتورة في الحتة دي ركزت عليها قالت أن أنا ممكن مثلاً أجيب لك كيس أنه في حد عمل حدثة مثلاً أو في ستة كانت بتقطع حاجة بسكينة وتعورت بعدين جات لك بعدها بكام أسبوع كده عم يتقول لك أنه في قلم رهيب جداً وفي سويلنج السويلنج ده بنفل فهتسألك في الكيس ده إيه؟ هتقول لها دي تروماتيك نيرومة تمام؟ طيب خلصنا كده النوع اللي الفضل معي هو الجليوزيس قلنا إن الجليوزيس ده بيمثل الفايبروزيس بتاعت نيرفوس سيستم قلنا إن لو حصل إندري في النيرفوس سيستم للأسف أنا مش بقدر أجيب نفس الأنواع وكمان بجيبش فايبروز عشان ما فيش فايبروز تشو في السيني اس ولكن أنا بجيب جليل سيلز طب الجليل سيلزي دي بقى هي الساقة فعلاً يعني بتساعد السيني اس فبتبدأ تكبر تكبر في العدد هايبر بليزيا تكبر في الحجم هايبر تروفي بحيث إنها هتيجي تعوض الجزء اللي فوق ده في بقى الجزء اللي فوق ده مليان جليل سيلزي كبيرة في العدد وكبيرة في الحجم تمام؟ طيب الجليل سيلزي دي أشهر نوع منها هي الأستروسيت عشان كده بنسميه جليوزيس أو أسترو جليوزيس تمام؟ اه فيبيư حاجة بقى مركر لي يعني مركر لا اما انا عملت مثلا بسّى تseatو بلايزم ولا قد رأيت المركرك يبدا مركر انه حصل جليوزيس دورت علي كده على الصيتو بلازم وليقيت اللي برثا يجب أن تكون قد استمرار جلايوزيس كل جلايوزيس يعني what I'm doing تقريباً أي إنجري سواء كانت أي إنجري في السين طبعاً ريجنريشن في البريفرت أي إنجري في السين إس لازم يحصل فيها إيه؟ فيها فيبروزيس يبقى على أين كان بقى السبب أي إن كان الاتيولوجي يبقى لو حصل إنجري في السين إس فأنت هتلاقي على طول إيه؟ ستجد على طول جليوزيس و ستجد الجي فاب بوريتي و انا ساب المذاكرة ليلة الامتحان و قاعد بفكر هل بس ايه؟ الحمد لله دلوقتي انا خلصنا اول موضوع معنا وهو الريسبونس بتاع الخلايا العصبية للإنجي هنرجعها بسرعة كده حتى لا نرجع لها اخرى قلنا ان انا عندي الخلايا العصبية نوعين فيه النيرونز او النيرفيس يديه مسؤولة عن الكوندكتيفتي وفيه الريسبونس دي اللي بتكون مسؤولة عن السابورت ونيتريجن وتكوين المايلين والان الرسبونس ممكن الريسبونس بتاع هيكون الريسبونس بتاعه يكوين اليوزيس اللي هو السكارنج وممكن يكون complex the central nervous system للأسف مافيش� ريجن ريشن لكن dolphins هيكون ايه؟ هاكون فيه ريذي ريجن ريشن ماذا نسميه البيلي wo bien قلنا ان بيحصل ان انا حصل عندي في اسمتهالي الجزء بروكسما الجزء الديستل الجزء الديستل بيحصل له فرجمنتشن والجزء البروكسما اللي بيكون الخلاية كبرت شوية والنواة بقت بريفرل وحصل نسيد جرانيولز اتكسرت بعد كده اه اللي تكسر دوا هيجي الماكروفاجس تشيله وهيكون فضل عندي الشوان سيلز دي هتروح جاية عاملة تراكت علشان يبدأ في التصليح التصليح هيبدأ من الجزء البروكسما هيطلع منه حاجة اسمها او البروعم وهتروح جاية ممتدة من الجزء البروكسما للجزء الديستل عشان تكون الاكزون الجديد بعد كده هتروح جاية مكونة حوالين الاكزون اللي تكون ده يبقى كده النيرون ترجع سليم تاني زي مكان تمام وقلنا ان ممكن يحصل حاجة عندي اسمها هي بتكون بس بتكون جدا والكيس مهمة لو قال لك انه في بدي ايه تروماتيك نيروما تحصل بسبب البور أبوزيشن مثلا ما كانوش قصاد بعض او حصل انه فدت تكبر كتير كده من غير توجيه طيب بعد كده هتكلمنا عن الجليوزيس وقالنا ان الجليوزيس ده بيمثل بمثابة الفايبروزيس بتاع السينترال نيرفا سيستم وقالنا انه لو حصل اندري فبدل ما جيه فايبرستيشو عشان ما فيش فايبرستيشو في السينيس انا بيجيب مكانها ايه جليال سيلز وخاصة الاستروسايتس اا قال وقالنا ان الجليل سيلز بيكون فيها بروتين اسمه الجيفاب وبالتالي لو انا لقيت في السينيس البروتين ده كتير معنى كده انه حصل جليوزيس انا موضوع نتكلم عنه يا شباب معنا هو ايه هي الانفكشنز الممكن تحصل في السينيس زي اي انفكشن ممكن يكون سببها بكتيريا فيروس فانجاي برازايت البكتريات اللي عندي ممكن تروح تعمل التهاب في الاغشيات الصحائية بنسميها من انجايتس او في البرين تيشو نفس او البرين كما بنسميها انكفلايتس تعمل برين ابسيس او ساب ديورة الانبييمة هنتكلم عن النهاردة نتكلم عن اول تلاتة منهم مش هنتكلم عن الانبييمة دي طيب ممكن فيروس ايه هي الفيروسات الريبس اللي هو السعور او الهربس او البوليو اللي هو شهر الاطصال ممكن نجمعها في كلمة مثلا هرب الفيروس هرب الاتش اللي هو الهربس الار اللي هي الريبس والبي اللي هي البوليو الفانجاي أشهر فانجاس بتعملي انفكشن في سين اس هي الكريبتوكوكال ميننجايتس البرازايت زي السيستي سيركوزيس وتوكسو بلازموزيس ايه هو الترمنولوجي بالزبط اللي تهفي المنجي شطرين مرة الجاية تعالوا معكم الخلاط بقى نتكلم عن الميننجايتس قبل ما نتكلم عن الميننجايتس اللوالتهاب عايزين نفتكر الميننجيس اصلا بتاعتي كات ايه الميننجيس او الاخشيات الصحائية عندي تلاتة من جوة البرا يحوط على طول البياماتر اللي هي الام الحنون بعد كده الاركينويد العنكبوتية والديورة اللي هي الجافة الانفكشن او الانفلاميشن ممكن يحصل في اي واحدة فيهم لو حصل في الديورة اللي هي برا بنسميها ايه باكي مننجايتس اللي اسماء مهمة بنسميها باكي وده بتكون رير طيب نفتكرها ازاي بص ان كنت بسكيمها بتسكيم عبطة كده انه الديورة دي الام الجافية الام الجافية عكس الحنينة عكس الحنونة فالجافية بتخلي ابنها يعيط بتخليه يبكي ف新聞 ي Sommeritty فالديورة بتكون رير WHAT باكي مننجايتس لكن الحنون الام الحنون وعنكبوتية نحن تشرب ابنها لهبطون بتشرب ابنها لبطون بتشرربه شاي ليبطون يبقى ماذا لبطون مننجايتس يبقىだcur наход اليورة ديورة جافية بتخليها باكي الحنون بتشرربه لبطونٌ يبقى ليبطون مننجايتس والاركينويد مثل البي مال طيب قفل المينجايتس المينجايتس ممكن تكون سببها بكتريا او فيروس لو بكتريا يعني فيها بس سبتي ايه وسبيريشن كده N papi بتكون اسمها تبعث себيبتكية اوjem عشان فيبس ممكن تكون Ahhh يعني مافيش اي سبيوريشن دي بتكون ال فيروس تمام التبيركلاس شفليتك ما هما الا بكتريا المينجايتس ولكن خصانهم ايه في اسمعت لوحدهم كده يمكن أن يكون سيبتيك تيبيركلاس سيفيليتيك أو فيرل نتكلم النهاردة عن السابيوريتف اللي هي السيبتيك هنتكلم بكلمتين بساطة عن الفيرل في الآخر كده السلايد دي مهم جداً والدكتورة ركزت عليها شباب اللي هو تعرفي السن اللي ممكن ييجي فيه من انزويتس أنهي باكتيريا بتسببه يعني كل باكتيريا مختصة بسن معين هناخدهم من تحت الفوق كده أول لما بتولد بكون اسمي نيوبورن لحد ما تم حوالي شهر كده ببدأ أدخل في مرحلة أن أنا بابقى إنفنت يبقى أول لما بكون لسه مولود بكون إيه؟ نيوبورن بكون البكتيريا اللي ممكن تعمل من انزويتس في النيوبورن في أول شهر بتكون اسمها الإيكولاي يبقى نيوبورن إيكولاي يجبر شوية يكون إنفنت يكون تشايلد يكون يونجي أدلت اللي بتسببها هي أشهر بكتيريا أصلاً اللي هي المنينجي كوكاي يجبر بقى في الحياة خالص يبقى كبير بقى وعجوز يبقى بالترتيب أول حاجة وأنا لسه يبقى الإيكولاي أكبر شوية أكون إنفنت أكون تشايلد أكون يونجي أدلت يبقى المنينجي كوكاي ودي أشهر واحدة أكبر خالص بقى لتر إنلايف يبقى دي إيه؟ تمام إزاي بقى المنينجياتس دي بتحصل وخاصة يعني هز أخص بالذكر المنينجي كوكاي قال لك أنه المنينجي كوكاي دي لوني فتكر في المايكرو هي كانت بكتيريا بتتنقل عن طريق دروبلت إنفكشن صح؟ صح بإذن الله فبالتالي هي بتحصل عن طريق دروبلت إنفكشن والرسبيريشن والنوز ومعرفش إيه فهي أول حاجة بتخترق النزل ميكوزة أنا عملت إنهاليشن للبكتيريا فاختركت النزل ميكوزة ماشي بعد لما اختركت الميكوزة دخلت على إيه؟ على الصاب ميكوزة الصاب ميكوزة دي بتكون فيها البلود فيزل رح أجيها مخترقة البلود فيزل ومن هنا دخلت السيركوليشن دخلت السيركوليشن وفضلت ماشية من غير محد يكلمها علشان هي بتحوط نفسها بكابسول الكابسول ده بيمنعها إنها يحصل لها ثجو سيتوزز أو إن الجهاز المناع ياخد بينه منها لحد لما بتوصل للبرين بتوصل للبرين إ ett fogs من عن طريق المسار بتاع السياس إف اول حاجة هي بتكون بتدخل عن طريق الكرويد بليكسس بتاع اللاترالفنتريكل يبقى أول مكان هو اللاترالفنتريكل من اللاترالفنتريكل بتدخل ثيرد فنتريكل ومن ثيرد فنتريكل على الفورس فنتريكل ومنه الى الصب اركنيدس بيز وده مكانها المفضل اللي بتروح فيه وتقعد وتعيش وتتكوصر كمين تمام؟ يبقى من اللاترال للثيرد للفورس وبعد كده بتروح لصب اركنيدس بيز وهناك بتتكوصر طيب هي دلوقتي وصلت الصب اركنيدس بيز هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ملتيبليكيشن الجهاز المناعي بعد لما الخلية دخلت الدم وبعد كده راحت المخ ومعافش هيبدأ ياخد باله بقى ان فيه انفكشن ياخد باله ان فيه بكتيريا بعد لما بدأت تتكوصر اصلا اللي هيحصل ساعتها هيروح يجاي بقى بعت لها الخلية المناعية زي البريمورف والسايتوكاينز واللمفوسايت ومعرفش ايه؟ اهم حاجة منهم هي البريمورف الخلية المناعية دي هتروح وخاصة السايتوكاينز دي بتروح تزود البرميابيريتي بتاعت البلاط بريم باريان بدل ما كانش بيعديه هيعديه بقى سايبة بقى فايا حاجة بتدخل البرين فممكن مثلا شوية بلازمة بروتينيا يحصل لهم ليكتج ويدخلوا البرين شوية مثلا مية يحصل تسريب من المية اللي في الانسجة تدخل البرين وبالتالي اللي هيحصل البرين هيحصل له اديمة ويجبر في الحاجم الضغط جواه هيزيد بسبب الخلايا الجواه وبسبب المية والاديمة فالانتراكرينيا هيزيد تمام؟ يبقى تاني لو بصينا على الرسمة دي قال لك يا سيدي ان انا عندي اول حاجة ادي البكتيريا البكتيريا دخلت عن طريق الايه النيزوفارينجس والانهاليشن وكده دخلت الميكوزة من الميكوزة راحت للصاب ميكوزة واختركت ايه البلود فيزل ومشيت في السيركيليشن طول ما هي في السيركيليشن محوطة نفسها بكوت او بكافسول بحيث ان الجهاز المناعي ما ياخدش باله وصلت من السيركيليشن بالطريق اللي احنا قلناه لحد ما وصلت ايه للصاب أراكنيدي سبيز في الساب أراكنيدي سبيز بيحصل لها ايه ملتبليكيشن بقى الجهاز المناعي يبدأ ياخد باله فهي بعد السايتوكاينز الخلايا المناعية فالبرميابلتي بتاعت البلود برين باريير هتزيد لما البرميابلتي هتزيد هنروح بقى اعمل ليكيج للبلازما بروتين ويحصل الاديمة والبرشار يزيد والإمبرد سيركيليشن لو بصنا هنا قديل منينجايدس دين نورما لها تمام قديل الساب أراكنيدي سبيز طبيعية ما فياش اي حاجة اي حاجة احنا قلنا احنا قلنا احنا قلنا فيه سايتوكاينز دخلت وخلايا منعية ومية رشحت وإديمة والضغط زاد وكده فدلوقتي اول حاجة دي اصلا كانت انفكشن بكتيريا فالبكتيريا زي اي انفكشن هتروح تعمل فيفر ممكن يروح يضغط على اي حاجة على اي سنتر في المخ البرشار دايزيد يضغط على اي سنتر يضغط على الفومتينج سنتر مثلا يسبب فومتينج يضغط على مثلا اي نيرف زي الاوبتيك نيرف او كده يروح يعمل لايت سنتر فيتي بنسميها فوتوفوبيا اللي هو بيبقى عنده حساسية جديدة من الضوء يروح بقى يعمل سيجرز تشنجات يعمل قلم في المفاصل يعمل سليبنس لو رحل على بقى الماكن المخدصة بالنوم والحاجات دي بروح يعمل دستيربنس يعان ولكن اشهر حاجة اشهر سمتم هي دي هي النكي ستيفنيتز او اللي هو رقابته بتكون مخشبة ليه بتكون مخشبة دلوقتي المينيونجيز دي بتكون دلوقتي فيها التهاب ومليانة سايتو كاينز وخلايا التهابية خلايا خلايا منعية وكمان حصل ديلاتيشن وكونجشن في البلاط فيزل وكده فبالتالي دلوقتي بيتحاسسة جدا فكل لما يجي يعمل يجي يعمل او يتني رقابته هو دلوقتي بيشد المينيونجيز بيعمل لها ايه بيعمل لها وبالتالي بيكون فيري بينفول اللي هو لو جي يعمل يجي يعمل يجي يعمل قصدي للنيك بتاعته هيعمل للمينيونجيز وبيكون بينفول جدا تمام يبقى اشهر سمتم معي هي النكي ستيفنيتز وشوية التشنجات طيب جروس لي بقى لو انا بصيت على البريل هيكون شكله عامل ازاي هو بصه يعني بديهيا جدا ادي هنرسم البريل بتاعي ها ماشي ادي البريل ونقضه من برا الجو اول حاجة المينيونجيز المينيونجيز هتكون ايه هتكون داي ليتت بقى وحجمها كبر وآآ وفي60 بص وLove لونها اسفر صح؟ تماميه طب لو بصيت على البلود institute اللي في المينيونجيز هلاقيها ايه زي اي انفلاميشن هلاقيها ضايجي ويبقى المينيونجيز نفسها ل disturbance تقريبه صحر كده атماجية و Lew�ط على البلوت هولونجيز المينيونجيز الديها ضاي ليتت ويبقى لو بصيت على tails لو دخلت على البرينتشو هلاقي إدمتاس وسولون بسبب الإدمة التي حصلت والترشيح والخلال المناعية لو بسيت على الاسباس والفينتريكيلز ومعرفش إيه قلنا أن المكان المفضل للبكتيريا هو الصبق أراكنيد اسباس بتتكسر فيه وطلع السابيريشن بتاعها والباس ومعرفش إيه فيروح على الصبق أراكنيد اسباس هلاقي مليان إيه؟ مليان بيرلاند إكسوديت هلاقي مليان بيرلاند إكسوديت لونه أصفر هلاقي مليان أشهر مكانين بيكون موجود فيهم أكثر مكان في سابيريشن أو إكسوديت هو بسبب الجاذبية الجاذبية بتنزلهم لتحت أو لورا للبريين الباس بتاعه والبستيرير سيرفس بتاع الكورد لو بصناها في الصورة دي هذا الجزء اللي في سابيريشن أو إكسوديت أكتر واحد الفينتريكيلز نفسها قلنا أن الفينتريكيلز بقى الضغط جواها زاد والسي سيف تحبس فبالتالي السي سيف بتاعها جواها زاد يبقى الفينتريكيل ضيلات والسي سيف ايه زاد وبيكون فيها بص برضو يبقى البص طول ما البكتيريا ماشي بتنزل بص وكمان الجهاز المناعي بيجيبها لما بتموت بتكون لبص سيلز اللي بنضيما السيلز اللي محوطها الفينتريكيل بقى بتكون نيكروتيكا ورف يعني حصل فيها نكروزوس وميتت من كل الخلطبيط اللي حصلت دي فحصل لها نكروزوس والكرويد بليكساس بتكون كونجستد وإدمتس يبقى نقولها مرة كمان بسرعة كده أول حاجة اللي بنجيز بتكون قوبيك كولينها أصفر هناخد البلاط فيزيلز اللي فيها بتكون ضيلات وكونجستد طب البريل نفسه أقبره ايه؟ بيكون سوالون وإدمتس طب السبع راكيونيتس بيس بتكون مليانة اكسوداد الاكسوداد أشهر مكان بيكون موجود في البريل طب لو بصنا على الفينتريكيل هلاقيها ضيلات ومليانة سي سيف وبص ولو بصنا على البنديمل سيلز اللي محوطها الفينتريكيل هلاقيها نكروتيك وهلاقي في الكرويد بليكساس كونجيشن تمام بعد كده ميكروسكوبيكالي نفس اللي أنا قلته دلوقتي عندك خلايا منعية مليان خلايا منعية والأوعية الدموية حصل لها ايه؟ ديلاتيشن وكونجيشن فلو بصيت على الرسمة دي هلاقي هلاقي ديلات كونجستد بلاط فيزيل في الصبع أريكنيديس بيس طبعا طب لما أبى اتضغر عن الخلايا المنعية هلاقي خلايا هي بليمورف أشهرها هي بليمورف بيش trout بالخلايا خاليا بليمورف وهلاقي فيه فايبرين سريد كده وليلة جدا طيب الاسباينار في لووت بقى لو انا خدت عينة من السيس اف هلاقي ايه دلوقتي هلاقي التنشن بتاعه عالي جدا ليه التنشن عالي دلوقتي فيه اديمة تمام فيه خلايا منعية والبوليمورف ومعرفش ايه فيه بصل فماليان حاجات مش من المفترض انها تكون فيه فالتنشن هيزيد طبعا هلاقي فيه بصل هلاقي فيه elevated protein content الخلايا عملت موت والنكروزوس اللي بيحصل وكده بيخلف بروتين فهلاقي elevated protein content وهلاقي بقى الحاجة المميزة جدا وكمان بتميز للفيرل عن البكتيريا المينجايتس هي decrease sugar content ليه؟ الشجر content بيقل السكر بيقل ليه؟ والله فيه نظريتين قالوا لك يا اما البكتيريا بتستهلك السكر ده بتتغزة عليه فبتقلله يا اما ان الشخص ده اصلا قلنا انه بروح يضغط المينجايتس اللي حصلت والبرشير وكده بروح يضغط على vomiting center فبالتالي بيحصل بيومت كتير يعني فهو اصلا بيكون عنده هايبو جلاسيمي يبقى سواء كانت البكتيريا اللي استهلكته او هو عنده هايبو جلاسيميا المهم انه في الاخر الجلوكوز بيقل الجلوكوز ايه؟ بيقل طيب ايه الكمبيكيشنز؟ والله يا سيدي هناخدها كده بالترتيب او بالبديهيات اي انفكشن ممكن يحصلها ايه؟ ممكن يحصلها سبريد صح؟ الانفكشن دي ممكن تنتشر طيب هي تسبريد ازاي قدل برينة هون وقدل من الجيس الانفكشن ممكن ينوح للبرينتيشو نفسه ويعمل لي انكفارات السيطان احنا سنتكلم عليه وممكن يعمل ايه؟ ممكن الانفكشن دي تروح تسبريد للفين للفين زي هتروح فيها تعمل حاجة اسمها ايه؟ سيبتك ثرومبو في البايتس هي السيبتك علشان الانفكشن اللي واحد دي مليانة صديده بس في البايتس عشان في الفين ثرومبو يعني عشان حصلت جلطة في الفين السيبتك ثرومبو في البايتس اللي بتكون في الفين دي ممكن تروح في السيساميك سيركوليشن وتعمل حاجة اسمها Ahíست��겠습니다Let meca يعني الدم كله يكن في ايه؟ بص تمام؟ طيب ممكن يحصل السرومبوزيس لابة بحصل سرومبوزيس احنا كنا قلنا ان بيطلع سيطوكاينز السيطوكاينز دي بتروح تعمل وتزود التجلط وتحصل DARGe� في البرين ولكن هنا مثلا حصل في الارتري ده فالارتري اللي بيغزي الجزء ده حصله سرمبوزيس في الجزء ده محتش بيتغزى فبيموت بيحصل له ايه? انفركشن يبقى الاول معي هي سرمبوزيس بسبب السايتوكاينز دلوقتي حصل سرمبوزيس فالجزء اللي بيتغزى بالارتري ده مات فحصل له انفركشن السرمبوزيس ممكن تحصل في الفين بتكون اسمها سيبتيك سرمبو في البايتز جلطه ملووثه لأجي جزء في الجسم و cone نحن كيفية أن النصر او بريكارديتس صح؟ تروح على اللونج تعمل لي مبييمة تروح على الجوينت تعمل لي تمام جدا لسه قايلين كمان انه بيحصل انه بتزود معدلات التجلط صح؟ تمام وبالتالي بتستهلك الكواجيليشن فاكتورز فلما بتستهلكها ممكن بقى مع السترس وكده ماقاش عندي الكواجيليشن فاكتورز بيحصل هيمورج تمام؟ اشهر مكان بيحصل في هيمورج هي الأدرينا الكورتيكال هيمورج يبقى الهيمورج بتحصل بسببب سايتوكاينز اللي لما استهلكت الكواجيليشن فاكتور حصل لسهوق المخزون فبالتالي ممكن يحصل هيمورج في اي وقت تمام؟ وكمان ان جسم دلوقتي في حالة استرس تمام؟ فالسترس الأدرينا الكورتيكس عمالها تطليع كورتيزون عمالها تطلع كورتيزون لحد لما خلاص المغزون بتاعها بيخلص فبدخل في اه؟ في إنثيفشنسي يبقى الانثيفشنسي بتاعت الأدرينا الكورتيكس اللي هي حالة من الهيموريج في الكورتيكس وكمان ما بقاش عندها كورتيزون تان الحالتين دول او الحالة دي بنسميها الادرينالكورتيكس هيموريج او انسوفيشنسي اللي اكتشفوها عالمين واحد اسمه فاترهاوس والتاني اسمه فريدريكسون يبقى بنسميها ايه فاترهاوس فريدريكسون سندروم اللي هي عبارة عن ادرينالكورتيكس هيموريج او ادرينالكورتيكس انسوفيشنسي وبطبي تكون فتل جدا 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 تمام بعد كده الكومبريكشن اللي او يهصل معي هو هو الهيلينج قلنا انه فيه جليل سيل وماكرو جليل ومعرفش ايه وانو لو حصل انجبي في البرين بيحصل ايه فايبروزيس او الجليوزيس في ربيب ايه فايبروزيس ده لما بيحصل ممكن يعمل اديجن هيمسك المنجيس مثلا في بعضها وكده فالأديجن سيفعل هيا شباب سيفعل ايه؟ هيعمل حاجتين اول حاجة لما هذا الالأديجن حصل في مكان فيه نيرف مثلا المسيي الروت بتاع نيرف او كده يضغط عليه ويضغط عليه ماذا سيحدث عندما يضغط عليه؟ والله النيرفات مثلا اوكتك نيرف مثلا سيضغط عليه او نيرف مسؤول عن السمع سيضغط عليه اي نيرف يأثر على الوظيفة ثانية تنتج عن الادهيجن انه يتحبس ويحصله لفلو وبالتالي عندما يحصل لفلو يتصرف ويقوم بعمل تصريف موجود في البرين ويقوم بعمله حاجة يسمى هيدروسيفلوس وهو يجبر هيدرو يعني ميا وهو يجبر بسبب انه ماليان ميا وهو السي اسيف الذي حصل له كده خلصنا الحمد لله البكتيريال مينجينز الفيرل مينجينز هذا يعرف انه كائن جابن جدا فدائما ما بقدمه او يستهي في العلل الصغير فالفيرل يكون خفيف فهيستهي لك في الاتفال يستهدف الاطفال للا يوجد هنا عمار مثل البكتير Yong الفيروسات الى Minister لتفعل مينجايتس Но MENIGAITIS القادمة الهيربس والبوليو الجدول ده مهم جدا 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 ممكن مثلا يقول لك أولف ذا فولوينج بتحصل مع البكتيريا المنينجايتس إكسيبت بتحصل مع الفيرل المنينجايتس إكسيبت الجدول ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا بقارن مبين السيس تي إف بتاعي لو أنا عملت له إجزامناشن في حالة السيبتيك اللي هي البكتيريا وحالة الفيروس إيه هو السيس تي إف إجزامناشن؟ قلناه إن أنا بيأخد لمبر بانكتشر يعني بيأخد من ظهر العين كده من لمبر تلاتة واربعة تقريبا بسحب عينة من السيس تي إف وبراها حللها بشوف الكنتنت بتاعها إيه؟ الخلايا أخبارها إيه؟ البروتينات الجلوكوز طب شكله أصلا عامل إزاي؟ كميته عاملة إزاي؟ تمام؟ طب ليه هو مهم؟ هو مهم عشان أنا بعمل بيديجنوزيس لأن أنا لو شك أن حد عنده منينجايتس أنا روح أسحب عينة من السيس تي إف أ أكيد مش هفتح البرين بتاعه مثلا وهشوف البرين بتاعه مثلا كونجستد ولا قدمتس وكده لأ في الحالة دي بل جاء له بقى في الطب الشرعي لما يكون العين مات وخلاص وبيعملوا إيه؟ بيشرحوا الجستة لكن لو شخص حي مش هقدر أفتح البرين فأنا بأخذ عينة من السيس تيف عشان أحللها طيب التيبي دي مش معاني يعني وهي أصلا ما هي إلا بكتريا كل المهمة عنده هي السيبتيك والفيرل طيب هنقارن ما بين إيه؟ إيه هي الخلايا البريدومنانت فيه البروتون والجلوكوز أ كنت أخاف إيه؟ squeeze أولا نأخذ البكتريا لو أقدت قلت أن أشهر خلاياым منعية تكون موجودة في حالة البكتريا المنجيتس هي بالزبط البليمورث التي لا تموت ستكون الأشهر خلايا موجودة في البكتريا في الحين ان الفيروسات على طول افسهم ان الفيروسات تحب الليمفوسايت أعلم الثاني السيلز الموجودة في السيبتيك هي البليمورث لكن في الفيروس هي الليمفوسايت الابيرانس قلنا ان فيها بص مليانة صديد فبالتالي تكون تربط لكن الفيروس Lukas لا قم با PE RE يبقى ثاني البولي مورف في البكتريا الليمفوسايت في الفيروس بولي مورف في بص فبالتالي فيه تربط لكن الفيروس بيكون simpler البروتين في الاتنين بيزيد لانه في الاتنين بيحصل نيكرويزس بقا والبروتين كنت يزيد جلوكوز قلنا ان البكتيريا تتغذى على الجلوكوز وبالتالى بيتستهلكه وبالتالى ما فيش بكتيريا ما فيش خالص البكتيريا الجلوكوز قصدي يقل لا شير بها بيقل ل MI عليwand complimentary まあ بالضبط البولمورف جلوكوز موضوع جلوكوز موجودier الجلوكوز موجودU و對吧 البروتين موجودU فبريرل باحث الشيخ فضلك أكبر ن marinade عندما تعرف أن هناك مينجايتس ولكن لا يوجد مينجايتس نلم المينجايتس بسرعة قبل أن ندخل على العنوان الثاني قلنا أن المينجايتس إلتها في المينجيس قلنا لو في الديورة سميه باكي أو في البيو الأركينويد سميه ليبتو قلنا أنه يمكن أن يكون سيبتيك أو فيرال قلنا أن هذا السلايد مهم جدا لو أنا لسه مولود سيكون إيكولاي أكبر قليلاً إنفانت أو تشايلد أو أدلتهود سيكون المينجي كوكاي لتر انلايف سريبتو كوكا بعد ذلك يتبوز البرميابلتي بتاعته بيجي سايتوكاينز والبيليمورف وكده البرميابلتي يبوزت فبالتالي بيحصل ليكتج للبلازما بروتين والسوائل وكده فالبرميابلتي بيكون إيه ديمتالس وكونجستد والبلات فيزيلز بتكون إيه؟ بتكون كونجستد طيب لو أنا بصيت عليه السمتم قلنا بيكون فيه حاجات اللي هي عادية الفيفر والبومتنج والجوينت بين ومعافش إيه أشهر حاجة هي النيكي ستيفنس والفوتوفوبيا الجروس اللي قلنا لها بص على البرم من بره الجوه أول حاجة اللي من ينجيز بتكون قبك ولونها أصفر هدخل البرميابلتي نفسه بيكون سوالون وإديمتاس البلات فيزيل بتكون ديليتد وكونجستد عشان ده انفلاميشن لو بصيت على الاسبيسيس قلنا إن أكتر ما كان بتحبه الصابق وبالتالي بيكون مليان بيرلانت اكسودات أشهر مكان بيكون البيزوف زابري بيكون البستيرير سيرفس البلات فيزيل سبينالكورد قلنا إن الفنتريكيلز بتكون ديليتد وكونجستد ومليانة بص ومليانة CSF ويكون دايما اللاينج بيكون الكروزيس والكرويد بريكسس بتكون كونجستد لو بصنا تحت الميكروسكوب هلقي الخلايا الخلايا اللي هي البوليمورف وممكن نلاقي شوية الينفوسائة هستوسيد هلقي ديليتد كونجستد بلود بيزيل لو بصنا على الـ CSF قلنا إن مليان خلايا منعية وإيديمتاس ومعافش ايه تباستيقظ بريكسس بتاعه زياد هلقي بصل وهلقي بروتين زياد وهلقي الشجر على عكس إيه على عكس الفيروس اللي إن الشجر بيكون نورمل تمام الـ وقلنا إن الاسبريد ممكن يروح للبريل نفسه يعمللي إنكفلايتس ممكن يروح يعمل ترمبوزيس الترمبوزيس بتحصل بسبب سيتوكاينز والكواجيليشن فكتوريس الجزء اللي حصل فيه ترمبوزيس يحصل فيه إنفاركشن لو الترمبوزيس بدل ما يحصل في الـ ستقوم بعمل سيبتيكس رومبو في البايتس وتعمل سيستيميك بايميا سينتشر عن طريق البلاد سبريد يعمل اندوكاردايتس بريكاردايتس او انبييمة بعد ذلك سيعمل ادرينا الكورتكس ويعمل ادرينا الكورتكال هيموريج وحاجة مميزة جدا اللي هي اسمها الفاترهاو السندروم اللي بتكون انسافشنسي في الادرينا الكورتكس وبعد ذلك ممكن يحصل هيلنج الهيلنج يعمل الادهيجن لو الادهيجن ده روح ضغط على اي نيرف روت هيروح يعمل بلايدنس او اي حاجة فالكومبريشن على اي نيرف روت سواء كان سبينال او كرينيال هيروح يعمل ابوستركشن للباسوي بتاع الاسي اس اف وبالتالي هيحصل له ليكيج وهيتحبس ويعمل لي حاجة اسمها هايدرو سيفلس قلنا ان الفيرل منجايتس زي الباكتريال منجايتس بالضبط سيكون الانفوسيطل مجلدني وكما ان الجعيز تكون الانف Lean losses āmimm Sym v6 بمى الالتهابات ممكن تكون في المنينجيس او ابنسيil في برينكما انفي الانكفيليتس هو وهاذا يحبون الاكيوت انفلاميشن ولكن יש هنا ترجمة على كلمة مهمة ان ييكون DIFUSE هل هذه الكلمة مهمة؟ لانه لو كان لوكل مكانش ديفيوز سنسميه ساعتها البرين أبسس اللي لسه نشرح يبقى هو أكيوت ديفيوز انفلاميشن في البرينكيما بتاعت البرين طبعا البرين كله حصل فيه ديفيوز انفلاميشن وبالتالي كل الفونكشنز بتاعته هيحصل فيها إيتس فونكشن هتتأثر أكيد طيب باللوك أحيانا تسأس الشيوت دوز منينجايتس نحن مش لسه إلينا أن المينجايتس ممكن تكون التوكسن ممكن تتعلم إنكفلايتس وممكن الانكفلايتس تستعمل منينجايتس ففي ديت أدل دي أو ديت أدل دي فهيحصل حاجة اسمها منينجاو إنكفلايتس اللي بيكون فيه إنفلاميشن في المينجيس وفي البرينتيش نفسه تمام؟ طيب احنا الكوزز زي أي برضو زي أي انفكش ممكن تكون باكترية بايوجينيك بس البرين أبسس لكن في الانكفلايتس تكون ديفيوز يبقى ممكن تكون باكترية البيوذيجينك بكتيريا او توكسنز بتاعتي البكتريا gallery ممكن فنجاي قلنا كريبتو كوكس. ممكن برازايت زي الملاريا والتوكسب اللهماوزيز والهماوزيز والتوكسب اللهماوزيز attackedجبنى. فلازم يكون الجسم ضعيف في حالة من ان المناعة عمسها انواعها عشان يستغل الفرصة. فزي كده بتوقع المناعة فتكسب لازم تستغل الفرصة وبتعمل الانفكشي. اه في اللي احنا زهنا منهم اللي هما ايه? الهيرب. اللي هو الهيربس والريبس والبوليو. طيب. نقلب. اللي احنا نتكلم عنه بالنفسة بسيطة كده هو اشهر فيلل. اشهر فيروس بيعمل هو الهيربس سيمبريكس. ودي ممكن تيجي انكفاليتس هو الهيربس سيمبريكس فيروس. تمام? طيب. اه هو بيتنتقل ازاي? كنا قلنا ان المينجيتس بيحصل ان هو بيدخل عن طريق نزل ميوكوزة وبعد كده يدخل بقى البلد ومعافش ايه. هنا بيدخل عن البرين عن طريق ايه? دايريكت. من النرفيت على طول. اللي هم تريجيمنال والالفكتري. تريجيمنال والالفكتري. حفظوهم دول. يبقى اول حاجة مهمة ان هو اشهر فيروس هو الهيربس. بيدخل عن طريق تريجيمنال والالفكتري. طيب. كنا لسه قلنا ان المينجيتس ممكن تعمل انكفاليتس او الانكفاليتس ممكن تعمل منينجيتس. فبالتالي بتعمل منينجيتس. بيعمل اديمة وهموريج وكونجيشن طبيعي دا فيوز في البرين كله. فاكيد هيكون في اديمة وكونجيشن وهموريج. ولو بصنا على الصورة اصلا بصوه. بصوه. بصوه البرين عامل ازاي? يعني يعني البرين يديم تسكن جيستد ومليان هيموريج وبلود. تمام? طيب. في حاجة بقى مميزة جدا في الفيرل منينجيتس. احنا قلنا ان اي فيرل انفكشن اشهر خلاة منعية هي ايه? هي الليمفوسايت. ممكن الليمفوسايت تيجي حوالين قادل البلات فيزل هون. ماشي? ممكن تيجي تترى تيجي حوالين البلات فيزل كده. تمام? بتحوطه. بتحوط البلات فيزل يباسناها ايه? بيري يعني حاول وفسكولر يعني البلات فيزل. بيري فسكولر قفنج. قفنج ايجا من كلمة معناها بالعربي تقييد. فاللي هي كأنها بتقيد البلات فيزل كده بتحوطه كده وبتحجمه. تمام? يبقى اشهر حاجة او الهول مارك بتاع الفيرل انكفاليتس هو حاجة اسمها بيري فسكولر قفنج. انه الليمفوسايت بتيجي حوالين البلات فيزل وبتعمل لها ايه? بتعمل لها تقييد او كفنج كده تمام? بابن رجعها بسرعة إنكفلايتس لا يوجد كلام إنكفلايتس عبارة عن دفيوز انفلاميشن في البارينكيما بتاعت البرين ولازم نقول دفيوز مش لوكاليز تمام بتروح تعمل دسفنكشن ممكن يكون المنانجيتس والإنكفلايتس مع بعض بنسميها ايه منينجي وإنكفلايتس إنه الأسباب ممكن تكون البيوجينيك بكتريا نفسها أو ممكن يكون التوكسنز بتاعتها زي البتوليزم فانجس أو برازايت وإنه الفانجس زي الكريبتوكس والبرازايت زي المالاريا هم الريبس والهيربس والبوليو بعد ذلك قلنا نتكلم عن الفيرل منينجيتس وقلنا أن أشهر فيروس بيعملي منينجيتس هو الهيربس وقلنا بينتقل عن طريق ضايركت من التريجيمنال والألفاكتوري وقلنا أن الباثولوجي ممكن يعمل منينجيتس البرين بيكون شكله إدمتس والهول مارك أشهر حاجة في الإنكفلايتس هي البريفاسكولار لينفوسايت تروح اللينفوسايت حوالين البلود فيزل تعمل حاجة اسمها بريفاسكولار كوفينج والسؤال ده يمسكوا كتير هذا البريفاسكولار كوفينج والحمد لله وصلنا لآخر حاجة معنا في المحاضرة هي البرين أبسيس كنا قلنا أن الإنكفلايتس عبارة عن لكن البرين أبسيس بيكون البرين أبسيس لازم يكون البرين أبسيس أبسيس يعني خراج يعني فيه سبيوريشن وبالتالي لازم يكون سبب باكتيريا أشهر بكتيريا بتعمل هي ستاف وستريبت ونيموكوكاي وإيكولاي ستاف وستريبت ونيموكوكاي وإيكولاي تمام بعد لما خدنا البكتيريات البكتيريا دي بقى هتدخل البرين ازاي والله عندها كذا طريقة أسهل طريقة بالنسبة لها انه السكال يحصل فيها فراكشور شخص مثلا عمل حادثة في الجمجمة بتاعته تكسرت فالبكتيريا هتدخل من برا الجوه زي الباش فأول حاجة هي انفيكشن فروم اوتسايل ثرو كومباوند فراكشور في السكال حصل فراكشور في السكال فالبكتيريا دخلت ممكن يحصل لها سبريد سواء كان السبريد ده دايريكت من السراوندجس اللي حواليها من السراوند او ايه او من البلد لو هي دايريكت هتنتقل من عن طريق ايه؟ دلوقتي الجمجمة بتاعتنا فيها ستراكشورز كتير مش هي فيها النوز وفيها القير ومعافش اي كده تمام فممكن يكون حصل انفيكشن في الاوتايتس ميديا في الأوزن الوسطى او حصل في السينوسيتس اللي هي الجوب الانفية اللي موجودة في الانف تمام؟ في الحالة دي اللي بيحصل انفلاميشن او انفيكشن ففيه بكتيريا البكتيريا عمالة تاكل في العظم اللي حواليها تمام؟ البكتيريا حرفيا بتنخور في عظم الجمجمة وبما ان دول في الجمجمة اللي سواء كان السينوسيز او الاوتايتس ميديا وكده فلما العظم بيحصل لها بتخرم وتغزو يعني وبعد كده بتروح على البرين وبتعمل للابسس ده تمام؟ ده كده لو كان اوتايتس ميديا او سينوسيتس ممكن يكون حاجة سمها مصتويدايتس ايه يا مصتويدايتس عندينا حاجة سمها مصتويد пятьبogens يمكن أيضا البكتيريا التي فيها تأكل عظمه حتى تصل إلى الاسكال وتدخل على البرين يبقى إما عندي سينوسيتس التي هي التهاب الجيوب الأنفية قد البص مالي السينوس أو ممكن يكون قوتايتس ميديا التي هي التهابات الأزل الوسطى في الحالتين دول هينخباره في العظم ويدخله على إيه؟ يعمله أبسس فين في البرايتل والتمبرال لوب يبقى ثاني لعشال حتة دي مهمة وبتيجي امسكيو لو هو سينوسيتس أو قوتايتس ميديا هيعمله إيه؟ تمبرال وبرايتل لكن لو هو مستويدايتس هيروح على إيه؟ على السيربيلم على طول تمام؟ فتكروا إن المستويد بروسس تحت وورا كده فقريبة من السيربيلم فهيروح يعمل إيه؟ لكن لو هو مستويدايتس لو هو سينوسيتس أو تايتس ميديا هيعمل إيه؟ تمبرال أو برايتل يبقى إيه قولنا إما الجمجمة تكسرت إما دايريكت ممكن آخر حاجة بقى عن طريق البلد زي أي إنفكشن يكون في عندي أصلا فوكس من الأبسس دي في اللونج مثلا أو في البرونكاي أو إمبييمة اللي هي الدم مليانجلاتات ملاوسة فهتمشي عن طريق السيركوليشن وتروح للبلد تمام؟ أو في إمبولاي برضو أي حاجة في البلد زي ما عملت مثلا من إنجايتس هتمشي في السيركوليشن برضو وتروح تعمل إيه؟ قال لك أنه في حاجة مميزة بقى لو سبب بلدس بريد لو هو هيماتوجنس جاي من البلد الابسس بيكون ملتبل مش مش واحد بس مثلا في التيمبرال ولا البرائتل لا هو بيكون ملتبل ماشي؟ عند الجنكشن ما بين الجري موتر و الوايت موتر تمام يا شباب؟ طيب كده خدنا الروت طيب الباثوجينيسيز إزاي أصلا البكتريا دي بقى قولنا إنها دخلت البرين خلاص هتعمل إزاي الانفكشن؟ قال لك أن البكتريا هدي البكتريا بتاعتنا هاي؟ أول لما بتدخل بتطلع توكسنز توكسنز دي بتروح تعمل إيه؟ بتموت النسيج بتعمله نيكروزيس تمام؟ لما حصل هيروح جاية الخلايا المناعية هتشم نفس ايه؟ هتشم خبر زي ما بيقوله هتروح جاية جاية ايه هي الخلايا المناعية اللي بتيجي؟ دي بكتريا فهتكون ايه؟ البوليمورف تمام؟ البوليمورف احنا عارفين إنها بتطلع حاجة اسمها بروتوليتك انزايمز و لما بتموت بتطلع بس سلز و كده لما بتموت ما بتقداش تتغلب على النكروزيس و اللي حصل ده و البكتيريا بتتموتها فبتطلع بس سلز و البس Pro الشيوات بتطلع منها بريتوليتك انزايمز بتروح تعمل للكوفاكشن للنكروزيس اللي حصل ده تمام؟ يبقى تاني البوليمورف طلعت بس سلز و بريتوليتك انزايمز ver passion y t ficent الرأفكم慶ز و البروتوليتك انزايمز دي راح تحللت و النكروزيس اللي حصل الده فدلوقتي بقي عندي الكوفاكشن اللي هو حرفيا سايح بقي enص يبقى دلوقتي يبقى عندي في النص قادي نكروزيس تمام متحوط بالبيوجينيك البكتيريا اللي جات عملته وبعدين جات لي شوية نيتروفيل ومعرفش ايه وجم بقى شوية كمان عايزين الجسم بيحاول على قدر الامكان ان هو يحجم او يحوط على الكافيتي ده عشان ما ينتشرش للباقي الاجزاء فبيجي شوية جلال سيلز بقى شوية فايبرو بلاست اللي موجودة في البلاد فيزل شوية كولوجين اه هي وقادي الاستروسايد والجلال سيلز بحيس انها ايه تحوط النكروزيس اللي حصل ده علشان ما ينتشرش لباقي البرين يبقى بيحصل ايه لكفاكتب نكروزيس وقلنا بيحصل ايه بيروح يعمل ايه اكسباندنج ابسيس طول ما بيحصل لكفاكشن بقى والخلايا المناعية عملا تتكون بس سيلزو وتروح تعمل لكفاكشن للكروزيس فهو بيعمل اكسباندنج للابسيس تمام فعشان كده احنا بنجيب الخلايا دي بقى عشان نحجيمه شوية تمام الابسيس ده بيكون مليان ايه بيكون مليان بس وطبيعي يكون متحوط بنيكروتكتش احنا لستقلنا ان حصل نكروزيس اصلا الافكتب برضو بيكون السوالون لانه مليان بايجينيك اللي هي البولي مورف والمليان البس والخلايا المناعية البقية وكده بيكون الافكتب برضو بيكون السوالون تمام الجزء اللي حوالي بيكون فلات عادي و المينيجيز بتكون سيك وادهيرا يبقى كل ملخص بتاع ده انه حصل انه حصل ايه يا شباب ايه الكفاكتب نيكروزيس تمام تعمل لكفاكتب نيكروزيس فالجسم علشان يحجمه فجاء حوطوا بقى بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي الخلايا المناعية والكولاجن والفابرابلاست والجلائل سيلز وكده فدلوقتي بقى في عندي نيكروزيس مليان بص ونكروتك تشو والجزء طبعا اللي حصل في نيكروزيس ده بقى سوال ومنفوخ والجزء اللي حواليه فلات والمينجيز بقت ايه ثك وادهيرا طيب المورفولوجي اللي احنا بصينا كده اللي احنا بصينا على الصورة قبل ما نشوف اللي بتاع ادي كده ادي الكافيتي بتاع البص تمام وادي الول بتاع طيب قلنا انه بيحصل حوالي بقى بيبدأ يحصل جرانيوليشان تشو عشان نفسه للجزء السليم من حيث انه البص ده ما يانتشرس للجزء السليم يبقى ده الجرانيوليشان تشو اللي يتكون وفيه اكتف جلايوزيس برضه علشان يفسه الجزء السليم يبقى ده جرانيوليشان تشو والجليوزيس ودي نورمل برين يبقى سنترل لكفاكتب نكروزيس اللي هو ده تمام سال روند باي برين سويلنج قلنا ان الجزء اللي حصل في نكروزيس بيكون حوالي ايه؟ سويلنج وبعد ذلك يتكون جانب الجزء لكي يمنع الانتشار يكون هناك خلايا منعية وفايبر بلاست ونيو فاسكولاريزيشن جديدة تتكون كولاجين سكابسول يتحوض بجانيوليشن وفايبر بلاست وكولاجين وكولاجين وعليشان أمنع الجزء السليم انه يتصاب فحوطه بكذا من جوه البرا كده بجيب الخلايا الملعية والبليمورف وبعد ذلك بجيب شوية فايبر بلاست وشوية كولاجين وشوية أستروسايت وجلايل سيلز في الآخر كده الفيت بقى والله الفيت ده فيه حاجة من اثنين يا إما البص ده يكون أصلا مثلا صغير فالجلايوزيس والأستروسايت تقدر تتغلب عليه وتعمل له هيلينج وهيخف خالص يا إما مثلا أنا عملت له إفاكويشن سيرجري يعني الجراح راح عمل له إفاكويشن وفضه فساعتها هيخف البص ده ممكن يحصل له أبزوربشن سواء كان إفاكوياتد سيرجري يعني أو حتى سبونتينوس أو أنه كان صغير فالجلايوزيس تغلب عليه ساعتها كده يحصل له أبزوربشن وخلاص هيختفي ممكن بقى يتحول للكرونيك أبسيس اللي هو مش هقدر للأسف يتغلب عليه الجلايوزيس اللي مش تقدر تعمله هيلينج فاللي بيحصل ساعتها بيتفيدها الكرونيك أبسيس وقالنا إن الأبسيس ده لما بتكون الجهاز المناعي بيحاول يحجمه ويحوطه فهيكون حواليه سيكول من الفايبرس تيشو والجلايال تيشو وكده وطبعاً هو من جوه يكون سموس عادي عشان الكفاكشن اللي حصل يبقى يا إما أن أنا أعمله إذاكويشن سواء كان سبونتينوس أو سيرجري أو الجلايوزيس يتغلب عليه أو أن هو يتحول للكرونيك وللأسف يتحوط بقى بجرانيوليشن تيشو وجلايال تيشو وما بقدرش يتغلب عليه طيب لو هو نودرينج دلوقتي فيه أبسيس موجود في البرين فدلوقتي هو بيمثل ضغط صح؟ هو مليان بقى حوالي جرانيوليشن تيشو وجلايوزيس وخلايا منعية وكده وكده فبالتالي بيمثل بريشار جداً فهيروح يضغط على أي جزء في البرين هيروح يضغط على البلد بيزلز مثلاً يعمل السكيميا يضغط على النرفات يضغط على أي جزء يضغط عليه يعمل له أفكشن سواء كان بلايند نسبقة أو لوسوف هيرينج أو أي حاجة تمام؟ يبقى كده الفيت بتاعي والله لست قيلنا أنه يعمل بريشار صح؟ هتبروا هذا الأبسس كأنه تيومر فهيروح يعمل بريشار زاد لما البرشار يزيد هيروح يعمل حاجة سلقة هيرنيشن اللي هو المخ يبدأ يخرج الجايوراي بتاعته تخرج من مكانها شايفين يا شباب الصورة دي؟ هذه البرين هو الجايوراي خرجت أصلاً هيرنيشن تمام؟ بسبب زيادة الضغط فحصل هيرنيشن زي بالضبط المثال ده كنت بقوله إنه مثلاً شخص كان لابس أميس وكان الأميس ده مزبوط عليه في جسمه معين بعد كده هو تخن إيه اللي هيحصل؟ الأميس هي... كيرشو سوري في اللفظة هيبوز برا الأميس بسبب إنه عمال بطنه أو جسمه يمثل ضغط على الأميس والأميس مش قادر يتحمل فبيحاول يلاقي له أي مخرج أو مفلس يخرج منه فبالضبط هو ده اللي بيحصل في البرين هيرنيشن تمام؟ ممكن يحصل سبتك منينجايتس إنه الأبسس ده بقى هو في البرين هنا ممكن يديفيوز أصلاً يعمل إنكفاليتس ممكن يوضع على أبسس يعمل أبسس في أمكان بقى برا البرين وكان سب되ورل أو إكستر ديورل أبسس ثرمبوفلبيتس يروح على الفينز ويعمل ثرمبوفلبيتس بالضبط مثل المينجايتس حقا هو هو يزوض الأبسس في يفعله يروح يعمل أبسس في أي حتة في الميننجيس سبديورل في الفينز أي حاجة ممكن يربشر بقى في الفينتر كلار سيستم كده احنا خلصنا يا شباب المحاضرة وخلصنا البرين أبسس بسرعة وبعد كده نقول سؤالين ويبقى الحمد لله خلصنا قلنا ان البرين أبسس ده هو عبارة عن localized necrosis surrounded by inflammation localized لازم كلمة localized اسبابه هي الستاف والستريبت ونيمو كوكاي والإيكولاي قلنا انه ممكن يكون بسبب فركشور من الاسكالفة دخلت من مبارا الجوه دايركت من مستوديتس أو تاتس ميديا أو سينيسايتس ممكن يكون من البلد ولو بلد بيكون مالتبول عند الجنكشن ما بين الجري مطور والويت مطور قلنا ان البسولجينيسس بيحصل نيكروزيس البكتيريا دخلت التوكسنز بتاعتها عملت نيكروزيس جابت الليكوفاكتف نيكروزيس لما حصل جابت البريمورف البريمورف طلعت بس سيلز وليكوفاكتف انزيمز رح يتعمل للكوفاكشن للنكروزيس سياحة النكروزيس الجسم علشان يتغلب على الموضوع يحاول انه يسيطر على البس من انه هو ينتشر للبرين كله فبيحوطوا بقى بشوية فايبر بلاست كولوجين شوية جليال سيلز وكده بحيث انه يمنع الانتشار بتاعه طبعا الجزء اللي فيه الافيكشن بيكون ايه؟ سوالوين تمام الجزء اللي حوالي بيكون فلات والمنجيس بتكون ثيك وادهيرن لو بصنا تحت الميكروسكوب قلنا هنلاقي الكافتي بتاع البس فيه سنترال نيكروزيس سوراوند باي اريا اف اي اف سوالوين وهلاقي بقى اللي بيفصل الجزء النورمال عن الجزء الافكتد هو شوية جرانيوليشن تيشو وشوية فايبروزيس وجليوزيس طيب الفيت قلنا انه ممكن اعمله درينج لو كان سبنتين واس او انه سيرجري او الجليال سيلز تتغلب عليه وساعتها هيخف ممكن يقلب الكرونيك ابسس ويتحوط بقى بفايبروز وجليال تيشو وساعتها بيمث الخطر عشان هو بيزود البريشر في البرين يضغط على اي حاجة بقى يضغط على فيزل يعمل اسكيميا يضغط على نيرف او اي حاجة البريشر لما يزيد يروح يعمل هرنيشن الانفكشة ممكن تتنقل من جيز تعمل من انجيتس تروع على الاكسترديولر او سبديورل او اي حاجة تروع على الفين تعمل ثريمبوفلبيتس وممكن بقى الابسس يربشر في الفنتريكولار سيستم دلوقتي فيه كم سؤال كده السؤال ده واللي بعده الدكتورة كانت كاتباهم في الداتا بتاعته دلوقتي يا سيدي بيقولك 50 years old patient resist in a coma ماشي 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 هتروح خط ساكشن من التمبرال لوب ماشي ماشي شو massive proliferation ماشي ماشي السيلز دي كات ايه ستار شيب يبقى اول حاجة هي الستار شيب من الستار شيب بتاعتي كاتل ايه الاستروسايت بالزبط اول ما تشوف ستار شيب يعني استروسايت يبرز بونس بتاعي للانزري ايه انت اصلا خدت ايه كل الموضوع اللي خدته في الاختيارات بالزبط هي الجليوزيس طيب بيقولك 22 years old woman present with today history of headache vomiting and fever physical examination هلاقي فيها ايه cervical rigidity نيك rigidity خلي بالك الكلمة دي مهمة انا قلتها في الشر and knee pain with hip flexion اعملت لامبر بانكتشر هلاقي في ايه هلاقي في ايه هلاقي في نيتروفيلز وهلاقي دي كريز دي بلوت جلوكوز يبقى دي كده علامات مميزة ايه بالزبط البكتريا المنينجايتس اللي هي اشهر واحد هي المنينجيوكوكا المنينجايتس اللي بقول الجلوكوز قليل لقيت نيتروفيل لقيت فينك ريجيديتي تماما نيتروفيل سل جايد زي سبرووتنج اجزون من اللي بيعمل السبراوتس او البروعم دي من اللي بيعمل لها جايدنس لكي يكون يحصل الرجينيشن بالزبط اللي شوان سلز اتمنى تكونوا بتجووا معي يا شباب سوف تنتظر بشكل مينجي كوككال مينجيتس ما هي الصحة على المينجي كوكال مينجيتس؟ انه افكت الادل تقرأون التعامل به الديكيت بتاعهم السادس? لا احنا قلنا ان المنينجي كوكال دي سواء كان انفنت او او ادلتهود. قلنا لا ان ديورة دي اللي هي كان جافية وبتخلي ابنها يعاية اللي هي الباكي كان تريل مش منلي افكتد ولا حاجة. بالزبط اللي كان اسمها ايه? يبقى الاجابة بتاعتي دي الاجابات يا شباب. الحمد لله خلصنا المحضرة. اه اتمنى تكونوا افهمتوا. اشكروا ربنا ودعوالي معاكم. السلام عليكم.